السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز المتابعين بالدروس الماضية شرحنا أنواع التايمارات الموجودة في S720 بهذا الدرس راح نتطرق على أهم الملاحظات اللي لازم تمتبه لها عند استخدام التايمار فرح نتطرق على أنواع التايمارات والفرق بيناتهم وأكو ملاحظات راح أول مرة تسمحها لذلك لازم تتابع الفيديو للنهاية على ما تستفاد وتحرف كل الملاحظات اللي تخص التايمار كدائرة نحن نستخدمين نفس الدائرة اللي نستخدمها بكل دارس اللي هي 2 Relay 24V وأيضا موجودة سويتشات إدخال من النوع Normally Open 2 وNormal Close عدد 1 راح نتقل إلى الحاسبة على موجود انبرمج بالدروس الماضية اطرقنا على أنواع التايمارات وتحرفنا أنه أكو On Delay وأكو Retentive وأكو Off Delay بعض الأخوة اللي هو ما يعرف أمتى نستخدم هذا النوع أو شن الفرق الرئيسي اللي موجود بين هاي لنواع التلاثة راح أخضيفكم أول نوعين اللي هي On Delay والOff Delay على موقع تلاحظ الفرق بيناتهم بشكل صحيح لان أكو Retentive بملاحظات جدا 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 مهمة لازم تتابع الفيديو للنهاية على موقع تعرف الملاحظات الخاصة بالRetentive لان راح أخلي بالنهاية لان هو أهم الملاحظات راح تطراقها على Retentive أول شي راح أبني الدائرة راح أجيب أول شي بالبداية من دائرة التشغيل وإطفاء عادية يعني ما بي هاي مشكلة فقط لتوضيح الفكرة اللي موجودة بين التائمارات هذا راح نطيح I0.0 وهذا اللي هو الإطفاء I0.2 وهذا M0.0 بس على موقع يشغل التائمار تائرة التشغيل العادية وهذا M0.0 هذا خليت قاني I0.2 لان هو اللي مربوط عليه Normal Close هذا Normal Close هو مربوط على I0.2 تمام؟ هذا M0.0 هخلي يشغل التائمار اللي هو M0.0 يشغل التائمار من نوع On Delay تمام؟ هذا On Delay اللي هو راح يكون T32.32 مثلا هخلي عشقة خمسة خمسة دواني تمام؟ إذن هاي الدائرة الأولى سوف أقل لي أن التائمار اللي هو الرقم 32 T32.32 يشغل لي بيه The Output هنا على مدى تكون واضحة لكم كل أنواع التائمار إذن شي يشغل لي T32.32 يشغل لي Q0.0 هنا شنو أقل لي الدائرة الثانية هاي الدائرة الأولى خلصت أو قبل ما تخلص أقدر أخلي هذا مثلا مني يشغل يطفي يعني ما يبقى يعد هاي تعلمناها بالدروس الماضية فخلي شنو Normal Close ما يبقى مني يشغل هذا التائمار ما يتبقى علي إشارة ويبقى يعد فمني يشغل هاي يطفي للتائمار Q0.0 أوكي أما الدائرة الثانية هاي راح أخذها copy ctrl C هنا ctrl V على مدى الفيديو ما يكون طويل وهاي راح أغيرها رقم واحد وهذا أيضا راح أغيرها رقم واحد وهذا أيضا راح أغيرها رقم واحد وهذا راح أغيرها رقم واحد أما I0.2 هو الإدفاع المشترك اللي يبقى اللي اثنين هذا M0.1 شي يشغل اللي يشغل Timer من نوع Off Delay اللي هو T مثلا فهنا شرح أستخدم T96 أوكي هذا 5000 الآن T32 مستخدمة بال On Delay لأن قلنا هي نفس الأرقام تكون مشتركة باللتين فأنت إذا تستخدم هنا 96 هنا ما يصير تستخدم 96 أوكي فلازم يكون الأرقام مختلفة ما أفعله ما أفعله أبقى أقول له TNormally Open خلنا نجيب من التايمر T96 شون يشغل لي يشغل لي Output Q0.1 تمام الآن الدائرة شغالة 100% يعني من تأتي إشارة لهذا سيشغل ثم يشغل مباشرة من تروح الإشارة عنه من تروح الإشارة عنه من تروح الإشارة عنه من تروح الإشارة عنه سيحسب 5 ثواني وبعدين يفعل هذا هو سيصبح هذا لكن هنا أكثر مهمة وهي أنه هنا من سيشغل من سيشغل هذا الأوتوت سيعمل ريسيت هذا لتايمر يقطع التيار عن التايمر فأنا شنو أريد بقنا هذا مشتغل شنو هسوي هنا دائرة استمرارية اللي هو Q0.0 بس شنو أخلي قبلها وياها أيضا لكن هنا شنو هسوي راح أفهم أقول له اللون I0.1 I0.2 هي هم الطفية I0.2 أوكي به الشكل لأن هنا راح يبقى يشتغل استمرارية على مدل الذي يطفيه هو من أضغط السويت هذا هم يطفيه ويالكيو يعني هنا لأن ما استخدمت سيت بريسيت استخدمت الدائرة اللاتش العادية لازم أستخدم استمرارية المخططة اللي عند تمام هسأنا نتكمل نحنطي مونيترينج تمام هسأنا نضغط هذا اللي هو I0.1 اللي هو يعني يقوم بتشغيل هذا تمام سيشتغل هذا راح يشغله يبدأ خمس ثواني يشغله خمس ثواني يشغله طفة هذا بفعل هذه صارت صارت ليش صارت لأن هذا يشتغل من يشتغل هذا أيضا على مودي يعوض لنقطة تايمير خليه دائرة تستمرارية هسا إذا أريد طرف راح يصير هاي اوبن وراح يقطع تيار عن كيو 0.0 إلا أبدأ أشغل مرة ثانية شوف هذا بالنسبة لتايمير on delay يعني من أنطي إشارة خمس ثواني وبعدين يشغل الكامير يعني بعدين تتغير النقاط الملامسة مالتك هذا يعني يحسب وقت أثناء التشغيل يعني أما off delay off delay هذا من أشغل مباشرة يشغل لهذا مباشرة يشغل هذا شوف مباشرة شغل هذا أوكي طيب أين تيض في هذا من تروح عندنا الإشارة يحسب خمس ثواني ويشغل يتغير النقاط مالته يعني يعني ترجع لحالتها الطبيعية عفوا هنا هنا من الآن شغلت التخل مالتك مالتك من اجت إشارة مباشرة غير النقاط المساعدة اللي هي T96 صارت مباشرة حبر إلى أوكي لكن فائدة هذا التائمر من تروح عندنا الإشارة يحسب خمس ثواني وبعدين يرجع الحالة مالتك الطبيعية لذلك تسمى يعني من تروح التأخير الإطفاء يعني من أريد تروح عن الإشارة يأخر عملية الإطفاء وتعلم اترجع الحالة مالتك الطبيعية يعني من تروح عن الإشارة سيصبح عملية تأخير بالإطفاء يعني من تروح عن الإشارة ها من يصبح إطفاء للإشارة الدخل ونصبح هذا هنا سأضفف الإشارة عنه أشوف من طفيت الإشارة لم تطفق هذا لا يكون مباشرة غير النقاط خمس ثواني وغيرها هذا بالنسبة لل الاف ديلي اذا الان ديلي هي من تجي اشارة يحسب خمس ثواني وبعدين يشغل عفوان يطف التايمر اذا هاي اهم الملاحظات اذا انعرفنا انه الان ديلي من تجي اشارة يحسب خمس ثواني او عشر ثواني حسب الطيمة اللي انت محددها وبعدين يغير النقاط التلامس اللي هو نفس التايمر اللي احنا مستخدمي بالاي تي اس اوكي اللي تذكرون الاي تي اس بالكلاسي نفسه بالضبط اما الاف ديلي لا بالعكس الاف ديلي من تجي اشارة مباشرة يسوي خارج للاوتبوت يعني مباشرة يغير النقاط والتلامس مالته يعني اذا من جدت اشارة مباشرة غيرت النقاط الى كلوز هاي تي ستاة وتسعين مباشرة صارت كلوز ويقبر لي على الاوتبوت لكن من تروح من تروح عنا الاشارة عن الدخل يحسب خمس ثواني وبعدين يرجع لحالة مالت الطبيعية هنا عدلكم الاف ديلي على مد الاغلب سألني عليها شوف هس اشتغل قبل عبر لي على الاوتبوت من شغلت لكن من تروح عندنا الاشارة شوف هس هذا عبر عندنا يعني شغل لي الكيوز اللي هو الرلاي هذا شغل ليه لكن طفي شوف بدأ يحسب خمس مباشرة طفه هذي راحة الاشارة بس خمس ثواني يلا يطفي الاوتبوت بذلك سموها اوف ديلي اما النوع الثالث اللي هو الرتينتف راح يكون ببعض الملاحظة وهي مثلا انا اجي تصمام الدائرة الرتينتف هعني بها الشكل افوا بهذا الشكل اللي هو الاي زيرو دوت زيرو اوكي هذا الاي زيرو دوت زيرو راح هاخلي قبل شغل لي الرتينتف بالشكل اللي هو تي زيرو التسلسل ما التي يبدأ من تي زيرو اه عشر ثواني هاخلي على مدل تكون واضح لكم تمام وهذا الشكل اه هذا الرتينتف هاي اللي هو شغل لي فد اوتبوت اوكي تي زيرو راح يشغل لي اوتبوت معين ولي يكون كيو زيرو دوت زيرو النوع اه هذا الراحي من يشغل لهذا اش راح يسوي من راح يشتغل هذا راح اقول لي انه اذا اشتغل هذا التايمر يسوي يعني اختح لي الاشارة عنه اختح لي الاشارة عنه على مدل ما يبقى يعطي كيو زيرو دوت زيرو اوكي اللي هنا ماضحة ماكو اي مشكلة بها اه اكو فد خيار ثاني هذا الرتينتف احنا قلنا يخزن القيمة مالتين شوفها لو اجي اسوي للتحميل هسه راح نجرب الدار هسه اش قد هو الوقت ما تتقف وان عشر ثواني المفروض عشر تالاف وليس اهدف على مدل يكون يعني نلاحظ حماله بشكل صحيح سوف تحميل مرة ثانية اذا اول ملاحظة هسه راح اتكر لكم يا ملاحظة ايضا اكو بعد اقوى من عدها راح اتكر لكم يا بخصوص هسه راح اشغل كيو زيرو دوت زيرو شوف ابل ضغط حقه راح يبدي يعد من تروح عندنا الاشارة لكيو زيرو دوت زيرو شوف من تروح عندنا الاشارة ما رجع الى الصفر ما رجع الى الصفر هقرب لكم يا ساني شوف رافعي لذلك انا استخدمت فقط وشبهتم على مد يبين امال شوف اسه الوقت تمام شوف هسه من ارجع اشغل السويش هذا مرة ثانية نبعدها تمام الشكل شوف تمام هسه من اجي استخدم السويش مرة ثانية هذا ال اي زيرو دوت زيو دوت زيو ارجع اضغطه مراح مراح راح يكمل العادة يعني هسه وصل خمسة بوينت ثمانية يعني خلو ستواني ستواني اللي شوي تمام اضغطه هكمل العادة ارفع يدي ما رجع من الصفر من راحة الاشارة طبعا هاي انت تبدأ تستخدم انتير نظمي مول لكن انا وضحتها على مد تلاحظون العمل بشكل صحيح ما الدخون به هسه انا رفعت يدي وبقى التايمر خازن القيمة اللي وصل الها اوكي فراح اشغل مرة ثانية عشر ثواني تمام عشر ثواني وصل من ارفع يدي رفعت يدي وبقى خازن القيمة مالتا يعني شوف بقى يعني مو قبل شوي استخدمنا اللاتش هنا ما استخدمناها ليش لان من وصل هو بقى خازن القيمة اللي وصل الها اللي هي عاشرة العاشرة هاي الحال شيء المفروض شيء شغالي هال اوكي اذا اريد ارست لازم اسوفت زر ثاني للريسيت التايمر لذلك لازم استخدم ريسيت نانزر للريسيت راح استخدم الآي زيرو دوت ون اللي هو النورمالي اوبن هذا الثاني راح ينطي شارعوتي تستخدم نورمالي كلوز وستنطي ريسيت لكن انا الهنا راح استخدم هذا وزيرو دوت زيرو اي عفوان تي تلاثين اتنين وثلاثين عفوان تي زيرو بغن وكل اشار حيه الريسيت والسيت كل اشار حيه بالدروس الماضية اذا راح نحمل وشوفون حمله حسنا محملت اشتغل عندي لو تبت ليش لان خازن القيمة القديمة القبل شوي اللي واصل الها حازن القيمة اللي هي عشرة ثانية تمام حازن القيمة اللي هي عشرة ثانية اذا راح اريد ارسيت هذا التايمار لازم شسر واضغط هذا السويت اللي هو الآي زيرو دوت وان مره ارسيت هذا التايمار وبعدها رفع لي الاشارة عن الكيو زيرو دوت زيرو اوكي اذا هاي اهم ملاحظة يعني لازم الاشارة منتجي تمام من جدة اشارة من ارفع ايدي راح يخزن القيمة اللي وصل الها اذا هاي اول فائدة اليه من اريد ارسيت شوف رسيت لي القيمة اوكي الفائدة الثانية نفرض اني اشغلت هاي مكينة اجدت اشارة على هذا التايمار بحيث على مدة تشغلي فد امر معين نفرض تعبئة ونفرض انت عندك قنينة ما العصائر فد اكو فد بها انبوب ينزل العصير بالقنينة تمام هذا الانبوب يعتمد على وقت فرضا فنفرض خمس ثواني او عشر ثواني تنمي لهاي القنينة اوكي فان اجيت شغلت اجدت اشارة وشغله وبدأ يترسل يملئ القنينة وصل خمس ثواني فرضا بهالشكل وصار اطفاء لل بيالسي هذا البيالسي طفاء تمام طفاء البيالسي بالكامل يعني طفاء خط الانتاج بالكامل طفيتك طفت الاشارة او طفت الكهرباء وصار عطل الطفاء يعني عطل بالكهرباء مالت البيالسي طفاء المفروض هنا شنو راح يطفي راح يطفي البيالسي المفروض راح الاشارة اللي كانت موجودة عليه طفت يعني كادخال وكاخراج والتغبي ايضا طفت اوكي بهاي الحالة شنو راح تطلع لك انت اشارة على الحاسبة انه هذا ترى طفاء يعني ما اكو اشارة بعد يستقبلها البيالسي العفوان الحاسبة من البيالسي فهنا بهالحالة شنو راح امطي اوكي راح اجي اتشار ورا اشتغلت المفروض التايمر التايمر اللي بيد داخل البيالسي المفروض راح يرست احنا اذا اعدنا اوف ديلي او اون ديلي راح يرست احنا لا راح يرست بهذا النواء من التايمر فرح يملك القنينا بالوقت المتبقي الى اربع ثواني اخو اذا نسوي مونا نرجع نسوي مونا نترك شوف يعني مرسة القيمة الخاصة دي مرسة القيمة الخاصة دي إذا شغل راح يكمل شوف بقع يكمل القيمة مالته إذن هاي أهم الملاحظات اللي ذكرناها بخصوص الريتينتف تايمر إذن عرفنا أنه التايمر الان ديلي هو راح منتج إشارة راح يحسب وقت ويشغل للأوتبوت لكن الإشارة المفروض يعني تبقى على التغذية مالت تايمر أما الاف ديلي هو منتجي إشارة مباشرة راح يشغل للأوتبوت شوقت مراحته الإشارة عن الإدخال راح يعني مازالا يعبر شوقت ما راحط الإشارة عن التغذية ما التالما راح يحسب وقت اللي وانت مسيت عليه وبعدها يفصل هذا الاف ديلي اما الريتين تيف هو نفس الان ديلي لكن اذا راحت الاشارة عن الادخال او طفه البيل سي او طفه التغليمات البيل سي راح يبقى خازن القيمة اللي يوصل اليها التايمير اذا هاي اهم الملاحظات الخاصة بالتايميرات والفروقات اللي بيناتهم و اهم شي ركز على الريتين تيف الريتين تيف هو اهم تايمير موجود في هاي التايميرات لان بملاحظات جدا ناسعة وذكرناها حاليا وشوكت نستخدمها واذا طفت الاشارة عن البيل سي ايضا شنو راح تبقى خازن القيمة اللي خاصة دي وذكرنا امثلة اللي هي اه ماكنة تعبئة العصائر اه تستخدم هذا النوع من الريتين تيف او انت في مجالات متعددة تقدر تستخدم هذا النوع من التايمير اللي هنا نكون اغطينا نوع التايميرات ان شاء الله استفادته قلنا مثل ما ذكرنا انه تقدر تطبقها كمحاكات وتقدر تطبقها كمحاكات او كبيل سي عملي لكن انا طبقتها كتايمير لان ذكرنا انه المحاكات راح بالتايمير سيكون بفرق بسيط تقدر انت تطبقها فقط على متفهم الفكرة تقدر مني هنا تسوي اكس بورت يعني تسوي اكس بورت وتروح تفتحها من خلال السيموليشن اشنو ما تحلمنا بطريقة المحاكات بالدروس الماضية اللي هنا نصلوا اياكم الى نهاية الفيديو تقبلوا تحياتي وحلى اللقاء